بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله عليها أفضل الصلاة والسلام حبيب قلبي قبل أن نبدأ حلقتنا اذكر الله وصلى الله لحبيبي المصطفى عشان تكسبه سواب وأنا تكسبه سواب حبيب قلبي لا تنسونش باللايك وناشتراك في القناة لأن مستوى المشاهدة واقع جدا ولما أنت تحط لايك بساعد الفيديو أنه ينتشر ويطلبينه نبدأ الحلقة في فيلا فيلا للقاهرة كانت وقفة عروسة في الجناح الخاص بتاعها الفيلا المفروض بتاعت جزها وابن خليتها في نفس الوقت الجناح كان متكون من صالة كبيرة وكمان مطبخ وحمام قطي النوب كانت وقفة بتبص بهدوء بفستانها الأبيض اتكلم ابن خليتها قل المفروض عريسها وقال لها اسمعي الكلام ده كوي أنت وجودي هنا سيعدمه بالنسبالي هانا حنام في قوضة الرئيسية وانت تنامي في القوضة التاني وإياك يا ماما تعرف بالكلام ده أنا ما كنتش عايزة تجوزك ولا بطيئك بس أمي هي اللي أجبرتني علشان انت بنت أختها وأنا اضطررتها وافئ ولو في يوم سمعت صوتك بتتكلمي مع أمي أو بتقول لها أي حاجة ساعتها يقول لي معاك تصرف تاني ومشي بدر وقصت بطلتنا اللي هي نور وقفة مهكنها مصدومة ونور كانت بتبصول بحصرة فأي من ساعة موت أمها وما فيش حد متقبلها غير خليتها وقالت يعني هي إجلس عليك يا بدر أنا هتوقع منك إيه إذا كان أبويا اللي هو أبويا خزني ووافق على الجوازة من غير أي حاجة علشان بس يريح مراته يطردني برا البيت بس بشياجة هتيجي انت ترفضني أنا أسعى ما ما فقيتش فرق أهم حاجة أركز في دراستي علشان والدتي كانت دايما بتقول دراستك هي اللي هتنفعي أما بقى عند بدر أول ما دخل قطو مسك التليفون وكان بيكلم بنتي اسمها ماي وكان بتقوله بزعل إيه يا بدر أعايز إيه ممكن تقولي أنت عايزي مني إيه يا ماي أنت بتكلميني كده ليه ما أنت عارفة الظروف اللي أنا فيها وعارفة أن كل اللي حصل غصب عني وأمي هي اللي أجبرتني أتجاوز البنتي دي قدينة هو دخلت قوضة تانية وقفلت على نفسي وقعت بكلمي أنت ليه مش حاسة بي وحاسة أن أنا بحبك ومن غيرك ولا حاجة ردت عليه ساعتها ماي بكبرياء وغروب وقالت له لأني من ساعة معرفتها ما بخش منها غير كلام بس يا بدر عايزنا أقول لي أهلي إيه ها أقول لي أهلي إيه يا بدر هاهلي اللي كل يوم يسألون أنت هتيجي قمت أنت هتعمل إيه أقول لهم معلشي أصل والديته غصبت عليه يتجاوز بنت أختها وهو سمع الكلام وحييجي يتجاوزني على ضر أعيش معاه في البيت أنا تعبت منك يا بدر ومن تصرفاتك أقول أشوف لك حل في الوضع اللي إحنا فيه ده لنفضها سيرة مش أنت تتجاوز وتعيش حياتك وأنا أفضل أرفض في كل عريس يجيلي رغم أنه بيكون مناسب جدا وتقول لي علشان بنحب بقى اللي بحب بضحه مش واحد بس لا اللي اتنين اللي بحبوا بعض بضحه يا مي أنا بحبك قوي يا مي أنت عارفة أن أنا بعشائك بس أنا عملت ده كله علشان أنا وإنتي بعد الجواز نعيش حياة كريمة أنا لو كنت رفضت كيت أمي سحبت مني كل الأموال بتاعتها وكيت خليتني بدقة من الصفر مش تنسي إن الشركة وكل حاجة باسمها علشان كده أنا دلوقتي بكلمك وأنا موجوة يا ستي وعد علي أعدي بس شهرين وحاجة تقدم لك وهتجوزي وهعملك أنت وعيلتك اللي أنت عاوزينه ومحدش منهم هيعرف أن أنا متجوز ولو أمي اعترضت مش عايزها تيجي معي أصلا مش هقولها غير بعد الجواز وهعملك فرح كبير وهجيب لك كل اللي نفسك فيه قلت إيه هو قلت قدامك شهر واحد ونكون متجوزين وعطين أمك تحت الإجبار لأما تنساني خالص وتنسى أني فيه واحدة اسمها ماي في حياتك أنا مش هفضل طول الوقت أجدب وخب على عيلتي علشان أراضيه تهي ما أنا بعمل أنت كمان أعمل أي حاجة علشان تراضيه سلام وبعدها أقفل مع ماي بدره كان زعلان جدا وهو بقول الله يسمحك يا أم إيه أنت السبب في كل اللي أنا فيه ده الله يسمحك أما عضلوك دخلت القوضة اللي المفروض ضدتها خالتها كأنها كانت حسنة ساتم الضبطالها القوضة وجابالها كرسي كان عاجبها علشان تقعد عليه يكون مريح وقت المذاكرة مسكت كتاب ليها وقعدت تذاكر بعد ما غيرت هدومها وما كانش يفارق معها أي حاجة وقالت ركز في دراستك يا نور وانسى أي حاجة والإسمه بدر ده هو اللي بكرة هيجيلك ندمان لما يشوفك نجحة في حياتك ومش فارق معاك وجوده من عدم أنت دلوقتي ارتحت من زل مرات أبوك وأبوك اللي كل شوية يهددك بدراستك وقعد مع خلتك اللي بتحبك علشان كده سيبك من أي حاجة تاني وفعلا نور كملت دراستها وهي بالذاكر ومبسوطة جدا إن هي ارتاحت من مرات أبوها وأبوها آه كان فيه شيء جواها واجحها من معاملة جزها ليها بس مش فرقت كثير هي أهم حاجة عندها مذاكرتها ومستقبلها وبس وبتعد فترة على جواز نور وبدر بعد حوالي شهر أو شهر اللي كان يوم بس تقريبا شهر وفي يوم بتكون قعدة نور مع خلتها وبتتكلم خلتها وبتقول لها أنا عارفة يا نور هي إن بدر ابني لسه مش اعتبرت مراته ولسه مش بدأته حياة كويسة مع بعض قص يا نور أنا ما كنتش قادرة تحمل إن انت تفضلي مع مرات أبوك أكتر من كده وأبوك كنت خايفة لا يجوزوك أي جوازة والسلام وكمان أنا طول عمري نفسي تكوني أنت مرات بدر كمان ده كان اتفاق بيني وبين أمك الله يرحمها ووصي إن انت البدر وبدر ليكي وهنا نور كانت لأول مرة تتكلم مع خلتها في الموضوع ده وقالت لها وهي جواها زعب من المعاملة اللي بعملها لها بدر وقالت يا خلدي بدر مش شايفني بدر بحب بنت تانية وكان أحسن حال تجاوزيه البنت التانية دي أحسن ما أنا وهو حياتنا نتضمه بدر هيفضل كرهني طول العمر وعمر وعمر في حياته ما هيحبني ودايما هيشوفني سبب تفرقته عن البنت اللي بحبها هي خلت أنا بسمعه كل يومه هو بيتكلم معايا وبيحب فيها أنا منزعلان بالعكس أنا منزعلان لإني مش حبيت بدر ويمكن جوازي منه وقعدتي معاوي وتحمل كل الظروف دي لإني بفكر في مصلحته وفي دراستي ولو رحت لأبوي وأنا متطلقة إيه اللي هيحصل لولا كده كان زمان اتطلقت من زمان أردت هم بد فعلى نور وقالت لها تدقني يا نور لو شفت البنت دي إن هي تناسبه وإن هي فعلا بتحبه كان زماني وافقت عليها أي البنت دي من السوية وبتحب المشاكل تخيالي إن هي عملت مشكلة كبيرة أو في الشغل أيام ما كان شغال واستببت في فصله وكان حيتفصل معاها لولا طبعا أن أنا عارفة صاحب الشغل ورحت واتكلمتي معاه البنت مستوية وبتغير من أي حد وعايزة تعمل مشاكل في حياة أي إنسان ممصور يعني البنت أعوذ بالله فظيعة أنا مش عارفة هو بحبها على إيه صدقين سواء أنت أو لأ عمري ما كنت حرضة إنه هو يتجوز البنت دي مهما حصل وهن قطع كلام أمه بد لما دخل وفي إيده مي أي لابسة فستان فرح ياريان جدا وكمان شكلها يعني في الفستان مش أشيك حاجة لأن جسمها باين وشعرها باين يتكلم وهو بقول ولأن كنت عارف إن أنت عمرك ما هترد بالجوازة دي وإن أنت في يوم من الأيام هتكبريني إن أنا أفضل مع بنت أختك أنا اضطرت أتجوز البنت اللي بحبها يا أمي من غير ما تكوني موجودة وهنا وقفت فتحية هالي والدة بد بصدمة وهي بتبص على ابنها اللي داخل وفي إيده البنت اللي هي مش عايزاها ومروته وكانت في الوقت ده وقفة نور بس مش كانت مصدومة هي كانت متوقعة أن ده حيحظ اتكلمت الأمه بصدمة وقالت ايه جوزت هعلى بنت خلتك وإنت لسه ما كملت الشهر اتجوزت البنت دي ايه اتجوزت من ورايا وإنت عارف إن أنا مستحيل أرض بيها ده جوزت تربيتي فيك إن أنت تعمل فيها كده وهنا هو وقف بدر بكل بروت وقال أنت اللي أكبرتيني على كده يا أم يومها أكبرتيني أسيب البنت اللي بحبها وروحي متعلقة بيها هو أتجوز بنت أختي أنا مالي أنا ومال ظروفة مالي أنا أتجوزها لي وأنا بحب بنتي تاني هي أنت كان وصيتك مع أختك تجوزين البنتها كأني لعبة أو دمي هتحرقيها زي ما أنت عايزة علشان تراضي أختي وكمان ترحمي بنت أختي من ما زلت مرات أبوها وأبوها ليها وانسيتي إن أنا إنسان ومن حق أختار البنت اللي أنا عايزها من حق أعيش الحياة اللي أنا عايزها فضلت تكبيري فيها تكبيري فيها لحد بخلتيني أخد خطوة زي دي لإني أنا مش هقعد أتفرق وأنا شاف البنت اللي بحبها بتضيع مني علشان أراضيك وأراضي بنت أختي نور كانت وقفة وسمع كل كلمة بدري بقولها رغم النهاية كانت مجروحة إلا إن هي قالت إنه مش يفرق معايا ولا يفرق هو عملية فواتكلمت بثقة وقالت له هيتمع يوسف بد ما تدخلنيش في الحوار أنا لو طلبت منك تجي تجاوزني ولا قلت لك مش تتجاوز البنت اللي بتحبها ولا فارق معايا أنت تعمل قص علشان كده ما تدخلنيش في لغة الحوار لغة الحوار معاك أنت وقالتك أنا طلع الجناح بتاعي يا خالدي عن إذنك وهنا اضغاز جدا بدري هو شايفها طلع الجناح ومش يدت أي اهتمام للي هو عمل ولا فارق معايا هو كان فاكر أن هي حصور عليه والزعق فيه وتفضحه وتقوله كلام يجرحه بس كل ده اتخبط معا في عرض الحوار فهي عايزة تطلعي الجناح فقال لها جناح إيه اللي تطلعيه أنت تطلعي دلوقتي هو تلمي كل هدوم علشان الجناح ده بتاعي أنا ومراتي لأ طنط عبيت يا أم عبيت إيه يا خالدي كنت بتتوحمي على عيل عبيت ومتخلف ولا إيه بقولك يا بابا فق كده واسمعني أنت مش فارق معايا ومش هبص علي يعني لو وقع مني ربع جنيه هيكون بفايدة عنا هنزل أدور علي مش عليك أنت بس بقى إنك تقولي أنا تجوز عادي مش فارق طز فيك تعمل اللي أنت عايزه برضه عادي مش فارق معايا بس تقولي هاخد قط اللي أنا مختراها أنا وخالدي علشان الصنور أمراتك لا مش هيحفظ ولو وصلت إن إحنا نمسك شكلها زي اللي أنت بتحلم بها دي ونفرج على بعض المكان الراكي ده الناس ها قلت إيه ها تغاز جدا بدل من كلام نور أما كانت وقفة مراته مي متغازة فإيه عايزة تاخد الجناح لأنه صوره لها قبل الفرح وكانت فرحونة بيهم مبسوطة بيه جدا بالعزال اللي فيه ها أما هو قال معاكمك يا أمي اسلوب أنت أختك البيئة وطريقة كلامها معايا عايزة تخرجني من الجناح بتاعي علشان هي تقعد فيه كلميها يا أمي وخليها تطلع تلم هدومها والكركيب اللي إلها في الجناح علشان أنا تعبان وعايزة أخذ مراتي واطلع الأمي بصت لابنها من فوق لتاح وقالت له بغضب أنت بتقول إيه يا حبيبي تطلع فيه وتلم هدومها إزاي نور مغلطتش في أي حاجة الجناح ده بتاح وأنا مختررها العافش إزاي الصانيورة اللي أنت متجوزها ما عندهاش رحة الكرامة كده إن هي عايزة تدخل على حاجة غيرها وتستعملها لا يا حبيبي أنا بنفسي هطلع لملك هدومة وعندك قوة ضد ضيوف كتير يا قوي ادخل إنت وامراتك في أي قوضة لأن إنتوا اللي عملتوا في نفسكم كده إنت لو رح تتجوزت في السر وهي اللي ما عمريش نفسها كرامة علشان تيجي بيت وهي أصلا مش مرغوبة فيه فتحمد ربنا أن أنا هقعدها قوضة ضيوف مش هنزل بنت أختي من الجناح بتاحها علشان أدهولها ولا إلا تاخدها وتمشي قضل مطروتكم آه ولو مشيت من هنا قامل حسابك إن الشركة هتنسحب من تحت قدية وإنت من النهاردة ملكش حكم في فلوسي يعني من النهاردة التوكيل اللي أنا عام له لك التغى يعني مش هتقدر تجيب لسانيورة لفيلة ولا عربية زي ما هي نفسها فيه زي ما هي طمعانة فيه داق جدا بدل حتى ما يتداق بس مش حبت تباين دقيتها علشان ما شميتش فيها نور هاما نور قالت بفرحة لتأييد كلام خليتها قالت لها بقولك يا خالد قبل ما تطلع يا حبيبتي تلم هدوم ابنك من الجناح قوليلي علشان أجهزك ملايا حلوة تحط فيها الهدوم أصلي يا خالدو الشنط كلها اللي في الجناح أنا عايزاها وحط فيها حاجات يلا تسبعوا لخير لإني ورايا مذاكرة مش فاضية لحد عن إذنك البطاقة بتاعتك مش حددوا النوع يا ابني يخصار التربية فيك وتطلع على أي قوضة من قوض الضيوف ولا يلا تهوينا علشان أقفل الباب علشان أنا كمان عايز نام ومش فاضية للكلام الكتير ده تشكري يا أم لا هنطلع وأنا هختار أي قوضة علشان أنا ومراتي علشان خاطر تفضلي مراتي يا بنت أختي عن إذنك يلا بينا يا مي مشت مي هي وبدل فوفضلت أم بدل فوقفت بصيلها بهدوء من هدوءها وإن هي ما تكلمتش وقالت يا البيت دي مستفزة والشر باين من عيونها مهما كان ما تكلمتش وما فتحتش بقها بس الشر باين وباينها كده مش نوي على خير والظاهر إن الأيام اللي جاية في البيت دي عمرها ما هكون هادية وإن البيت الهدوء بتاعه روح وإن أنا لازم أفتح عيوني وردك علشان ما أخسرش بيتي وأخسر تماتي علشان خاطر عائلة زي دي لازم أخلي بالي من كل حاجة هقامها بقى عندي بدل هأول ما طلعي الأوضة فوقفتش ما يتحول للغضب وبقى يتغضانة جدا إن هي ما خدتش الجناح اللي نفسها فيه ودخلت أوضة عادية وكاية عمالة زعق وتقول عجبك كده يا بدل عجبك اللي أمك عملته فيها هي وبنت خلتك عجبك طريقة الكلام والردح اللي هي راح ضحت هنا عجبك إزاي مش ردي تطلع من الجناح وقال إيه عايزة تبعث في دومك في ملايا وأمك موافقها بكل حاجة لا أنا كنت فكرة إن الموضوع حيكون فيه شد في كلمتين وإن أنا وإنت هنعيش حياتنا والجناح اللي المفروض بتاعك أنا حاخده أنا وإنت بس لا أنا وإنت نقعد في قضو الضيوف والهانم فوق في جناح ملوكي أعدى فيه حاول بدل هي أهد الدنيا فهو مش عاوز يخسرها ولا عاوز يخسر الليلة اللي بيحلم بيها فهو بحب مي وعاوز يعد الأيام دي معاها وما يضيعهاش في المشاكل وقال لها هي مي يا حبيبتي كده كده الجناح كان من اختيارها هي وهي اللي مصممة فيه كل حاجة وهي اللي شارية هي وماما فيه كل حاجة أنا مخترتش ولا صممتي في حاجة فأنا كنت متوقع إن هي مش أطردت الدهول وبالذات إن هي عاملة فيه مكتبة للكتب بتاعتها وبتاعت المذاكرة علشان كده قلت أشوفها تعمل إيه بس هي رفضت إن هي تدهول ما تضعليش روحي وأنا من بكرة الصبح أتلم عن ده مهندس الدكور اللي عمل الجناح ده يعمل لنا جناح تاني وإنت اختاري قل اللي أنت عايزاي على زوقك أنت ردت مي بغضب وقالت له المفروض الكلام اللي أنت بتقوله ده كان يحصل قبل الفرح مش بعد الفرح يعني بنت خلتك قبل الفرح راح تنقل زي أي عروسة كل حاجة وجابت كل اللي هي عايزاي وأنا بعد الفرح أنقل لنا عايزاي ووقت الفرح أدخل في قضي الضيور في قصر جوزي وفي اللي تجوزي الكبير وبنت خلتك للمفروض مش مراته ولا معترف بيها تقعد في جناح ملوكي وهنا حاول يهدي من نفسه واتكلم بدر وقال لها مي أنا أظن ما تحكشتش عليك ومن أول لحظة قايل لي كل اللي هيحصل ده وقايلهولك بالميلي وقايل لي أنا مش هينفع صمملك جناح غير لما نتجوز وحطي ماما تحت الأمر الواقع وانت وفقتي ليه بقى المشاكل دي ولا أنت عاوزة تبدأ حياتنا بمشاكل وهم يحسوا بيه علشان يقولوا فعلا أنهما كان مقاهم حق وأن أنت بتاعت مشاكل ماجي أنا يا ماما حذرتني ويا ما قالتلي الجوازة دي غلق وانا عندتلي مع الكل وقلتي لأ أنا بحبها وهستحمل كل حاجة علشان مش تيجي انت بقى على حاجة هيفة زي دي تخلي الكل يشبت فيه ويقول لي شوف نتيجة اختيارها وشوف البنت اللي انت اخترتها وبدتها عن بنت خدق شوفي رغم أن أنا متجوزها من شهر إلا أن هي عمرها ما عملت مشكلة وكمان النهار ده ما عملتش أي مشكلة نهائي وطبعا أنا حاسمع كلام كتير أو من الكلام ده خلي الليل لا تعدي يا مي لأن أنا مش نقص أي مشاكل أنا كنت عامل حساب النمام ونور هم اللي يعملوا المشاكل هم يعدوها تقوم انت اللي تعملي مشاكل وهنا مي لما لقيته خلاصة قلب وبدأ هيخضر وممكن تخسره تخسر كل حاجة بدأت تبتسم بهدوء وتقوله بحب وهي عاوزة تكسبه يمتها أكتر وقت علشان تحطي إيديها عصر ودي كلها ما تسعالش مني أنا بس اضايق أنت عارف يا بدر أني ده أي يوم بنتي بتتمناه فان نفسي يكون في عبش وحاجات حلو وانت لما ورتني الجناح أنا عجبتي بيه وقلت خلاص ما فيش مشكلة بس يعني ما كنتش عامل حسابي وبالذات كلام مامتك اللي يعني علايت على الفستان وعلى لبسي وطريت بنت خلتك في الكلام دايقتي خلاص يا حبيبي أنا أسف حقك علي مش هعمل أي حاجة تضايقك تاني مهما كان بس انت فكها بقى واتحك كات بتقول الكلام ده وبينها وبين نفسها بتغلق وبتقول مش هبوز الليلة دي وخلي حدي يشمت فيه زي ما هو بقول سبانهم كلهم مستنيين أن أنا أمسك فيه والليلة طبوص وحسابك معايا يا نور أنت وخلتك الحرباية دي هوريكم هخلي خلتك دي هي اللي تطردك من البيت بنفسي وجوزك يطردك وما حدش يقدر يقول أي حاجة وبدر هيبقى لي هو وكل فلوسه فقت من كلامها على صوت بدر اللي قال لها ما فيش مشكلة يا قلبي أنا عارف الضغط اللي انت فيه يلا بقى وقومي روح البسي والبسي حاجة حلوة كده وتعالي علشان نعد الليلة الحلوة دي مع بعض بكل تفاصيلها ونفضل فاكرين التفاصيل فيها وما تشغليش بالك بأي حاجة بكرة هعمل لك كل اللي انت عايزاه معك حق يا قلبي لازم الليلة دي تفاصيلها تكون حلو وما ينفعش نزعل من أي حاجة ونضيع لليتنا الجميلة دي أنا هروح أغير ويجينا ثواني يا قلبي عد حوالي شهرين على جواز بدر ومي ومي في الشهرين دول كانت كل يوم تعمل مشكلة جديدة النور وكان بدر بيمسك في نور ومرة خالتها تدخل وتحل المشكلة ومرة كانت نور تزعق وتسيب وتمشي وفي اليوم ده كانت عملت مشكلة مع مي وطبع نور تبهدلت جدا من بدر لأنه تحزي مي مع أن مي هي اللي كانت غلطانة طلعت علشان تزاكي وهي بتبكي وقالت لو رحت لأبويا هيبهدلني هو وامراضك وهيقول أنك مطلقة ومستحيل يخليني أكمل آخر سنة ليا في الكلية أما خلاص في آخر سنة في كلية الهندسة وحلمي أن يكون مهندسة بدأ يتحق بس لو أفضلت هنا اللي اسمها مي دي هتتعبني أكتر أما خلاص لازم ألاقي حل فأنا هكلمه علشان ييجي يقابني ونتطلق وكل حاجة تنتهي وفعلا طلبت منه أنه هو يروح يقابلها وراح يقابلها وأول ما رح قال لها ببرود خير وقلت أنك عايزاني في موضوع مهم مش ينفع يتأجل اتفضل يقول اللي عندك علشان مراتي مستمئيني علشان هنخرج سوا لا معلش كنسل الخروجة دي يا بدر بي وبأخرج في يوم تاني مع المدين اسمع يا بدر أنا عارفة إنك مش عايز وإنك مش طيق وإن أمك هي اللي أجبرتك على الجوازة دي وإن كل حاجة في الدنيا ممكن تمشي بالإجبار إلا في الجواز هو الحاجة الوحيدة اللي لازم تبقى بالتراضي وما إنك مش راضي بالجوازة دي وأنا خلاص تعبت من المشاكل اللي أنت ومراتك كل يوم بتعملوهالي وأنا واحدة في امتحانات وفي كلية ومش فاضية للمشاكل دي فأنا قررت إن هيقض قرار وهو إن أنا وإنت دلوقتي هننزل والروح هندقرة بمأزوه وهنتطلق ويبقى كده كل حاجة انتهت وما تخافش أي حاجة أنت جبتها لي أو مؤخر أو أي حاجة عليك أنا هعمل لك تنازل عنها هبريك منها مش عايزة منك حاجة غير إنك تطلقني وبس وهنا رد علي الرد اللي صدمت وخلانا تعصر لما لقيته بقول بس أنا مش هطلق وإنسي موضوع الطلق ده وشيلي نهائي من دماغ طلق مش هطلقك يا نور ليه ما يكونش الباشا بيحبني مثلا ومش واخد بالي هاتسمع بقى يا بد أنا خلاص جبتي آخر وهتطلقني أنا هتطلقني أنا عايزة أشوف حياتي وعيش حياتي زي ما انت شفت حياتك وعيشت حياتك وأنا مش هفضل طلو العمر أعدى تحت رحمتك علشان كل ما تتدايق أنت والمدام تيجوا تطلعوا دقيتكم علي واتدايقوني بالكلام أنا قلت اللي عندي هتطلقني والله أرفع عليك قضية خلع ونخلص من الحوار ده كنت بتكلم بغضر وإن لقيته هو كمان بدأ يعلي صوته وقال يا مين بالله العظيم طلق ما هتطلعك يا نوم لو إيه اللي حصل وإياك مرة تن تجيبي سيرة الطلق واتقوليلي أنا عاوزة عيش حياتي ومعيش حياتي إيه أنت يا هانم واحدة متجوزة وما ينفعش تقولي الكلام ده ما تنسيش إن أنا راجل ولو سمعتك بتقولي الكلام ده خطى لك لسان إنت فاهمة ولا لا وهنا نور الجنين من اللي سمعته مين وقالت له بغضب إنت مجرون يا جدعينتا صلاة إيه اللي إنت مش هتطلقه ده اللي إسمعك كده يقول إنك بتعشقني مش إنك مش طييني وتجوزت حالية بعد كام يوم من وجوزنا يمكن مش كملت شهر يا أستاذ بد عد الأيام وخلينا نتفصل بهدوء بدل مرفع عليك قضية خلع زي ما قول وطبعا حتطلق من أول جنف لما أحكي كل اللي حصل وإزاي أنت بتعاملني وإزاي أنا عايشة في حال الضخم وحالة نفسية سيئة في البيت ده يا ابن الناس خلينا ننهيها بالسياسة وبالود بدل ما الحكومة هي اللي تدخل وتتنيهي بالغاصل أعمل اللي إنت عايزاي أما أنا مش هتطلق أعنزك يا نور بدر ساب نور ومشي أما نور فكانت متغاضة جدا وقالت ماشي يا بدر هأخلص بس امتحاناتي وفقلة وموضوع الطلق ده حيتم غص من عادة وعدت الأيام أقنت نور مهما تعمل ماء ويعمل معاها بدر كانت بتجهله وضل غص مية جدا فهي عايزة تعمل مشكلة بأي طريقة معاها علشان كده في يوم كانت قاعدة ماء وأعمالة عايز رجع بدر من شغل ولقاها بتعايز بس طبعا هي بتمثل هقل لها مالك يا ماء يا حبيبتي فيك ايه بتعاياتك ده ليه حد دايقك ماما قالت لك حاجة دايقتك وليلي يا حبيبتي بتعاياتك ده ليه اسمعي بدر انت طبعا عارف ان ماما كان عندها مشكلة في الحم علشان كده فأنا خفت لما عدى ثلاث شهور علينا وما فيش حم فقررت اروح للدكتور علشان لو فيه اي مشكلة تحل له بدر وبالذات لما لقيت صديقة ليه اتجاوزك بعدي وحبني وأنا خايفة مش عايزة اقرر مأساة ماما والمعاناة اللي كانت بتعانيها علشان كده رحت للدكتور وطلبت مني شوية التحاليل وقالت لي لو التحاليل سأليه ما هنعمل اشاعة عملت التحاليل وروحت لها تاني ولقيتها بتقول لي اللي صدم لقيتها بتقول لي انت ازاي بتدواري على الحم هو انت بتاخدي حبوب منع الحم وان صدم وعملت لتحاليل اثبتت ان انا باخد حبوب منع الحم لأ اما باخدها وماية لأما باخدها فعصي انا واثقة انك مستحيل تعمل كده اكيد اللي عملت كده اللي اسمها نور علشان انا مخلفش وانت تقرب منها واتجيب منها هي اطفال انا مخنوع اوي ومعرفش هي بتأذيني ليه مع اني ما عملت لهاش اي حاجة وهنا هنصدم بد وما بقاش مصدق انه نور ممكن تعمل حاجة زي دي وقال انت بتقولي ايه مستحيل الكلام ده يحصل حقك علي يا قلبي انا هجيبلك حق تعالي معاي وفهلا نزل وهو بزع على نور نور كانت قاعدة مع خالتها بيتكلم هو اول ما قامت على التزعي فقالت له خير بزعك دليو بتنادي عليك ان في بلد تاني امش جنب خير في ايه هي ايه المشكلة الجديدة اللي هتحدفونا بيها ما هو مش بيجوا من وراكم غير المشاكل انت عيلا قال انت لأدب وما فيش واحدة بغل وحقد وبتاعت مشاكل غيرك حقدك وغلك وصلك ان انت تحط لمراضي حبوب منع الحم علشان ما تخلفش مني علشان انت في الاخر اللي تخلفه وانا قرب منك ده انت بتحلم ايه انت بتحلم انه قرب منك انت بغل ازاي انت حكودك كده ده انت ممكن تضمريها الحبوب دي ممكن تخليها ما تخلفش خالق ايه الحقد والغل اللي فيك دي نور فهمت انا دي لعبة جديدة من مياه علشان يمسوكه في بعض وبصت بابتسامة بلدها لميا اللي كانت بتبصي لها بانتصار وبتبين الحزم وقالت تمثيلية بايخة ورخيصة ويقول زي ما انت عايز اسمعني يا ساز انت انت مش فارق معايا بتلاطة قبل علشان اروح احط للصنيور احبوب منع الحم علشان ما تخلفش اخلف منك ازاي وانا مش طيقاك اصلا وانا لسه كنت بكلم خالته علشان تشوف له محمي كوي علشان ارفع عليك قضية خل ولو مش تتصدقني اتأل والدت انا ما يفرقش معاي تخلف ما تخلفش يبقى عندك ولاد مش عندك انت على بعضك مش فارق معاي ومش حطاك في دماغي يبقى لاح اروح احط للصنيور احبوب منع الحم بقولك ايه عط بقولك ايه بلاش مشاكل وبلاش كل شوية مشاكل علشان انا جبتي اخ وفي الاخ همسكك انت واللي قدامك ده واخبط دماغكم انتو الاتنين فأدخن حطة في الفل يمكن الهبل اللي فيها والتخلف يطلع منه بلاش شغل ارف بقى شوفوا حد تاني تعملوا معا مشاكل علشان انا جبتي اخ واخر ما هجيب اخري هقتلكم انتو الاتنين وهنا همبصلها ساعتها بدر بديء وكلم ام وقال لها وهو ببص عليها بديء وغضب شفتي شفتي بنتختك وقلت ادبها وازاي بترد مش مكسفة من نفسها بعد ما عملت عاملة وضيعة زي دي لا بترد وبكل عين واسح وكأنها مش عملت اي حاجة والله ما في حد قليل الادب في البيت ده غيرك انت والحيا اللي جنبك وبتاع مشاكل اسمع يا دينت انا جبت اخر منك انت والبتاع اللي معاك دي لو مش لميتوا نفسكم وبطلتوا تعملوا مشاكل مع خلق الله والله لا حطرتكم برا البيت وما هتلاقوا تاكلوا تامع ولا لا لان انا اقرفت انا بنت اختتو الوامرها بتيجي وبتعيش معاي واجتوا اول شهر اتجوزتو فيه وامرها ما عملت مشكلة رغم ان انت كنت بعيد عنها وكل شوية تكلمت صنيورة وكانت عارسة الا ان هي مش كانت فارق معاها علشان انت مش تفرق معاها اصلا ولا هي حطاك في الاعتبار هتعمل بقى مشاكل وتقل ادبك هقف وشك وهتصرف تصرف مش هيجبك نهائي خد الحياة دي في ايدك واطلع فوق على قطك ومعونتش عايز اشوف وشك ولا وشك يلا فوق هو طلعوا الاتنين وهما متغذين اما نور بصت لخليتها بحزن بتحاول تدريه وقالت بابتسامة هادية شفت يا خالتو شفت المشاكل اللي هما عاوزين يعملوا هالي معين لقزيتها ولا عملت لها اي حاجة الا ان هما بدورولي على المشاكل معلش يا قلبي خالتك استحملي مع خالتك هاديك شايف انا مستكتلة هو بس لو سبتيني ومشيتي هكون لهم سهلة ليهم هما اللي اتنين يبحدلوا في وديك شايف انا عامل زي العيل الصغير اول ما بيتقاله كلمة من غير ما يتأكد بيجري وعد كام يوم وفي يوم كاية قاعدة مية بتتكلم في التليفون مع صاحبتها وإسمها ليلى وهي اللي بتقولها كل الخطط علشان تطفش نوع وكانت بتقولها عملت كل اللي قلت عليها مية وفعلا انا باخد الحبوب ورحت عملت التحاليل علشان كل كلمة تتصدق ويطردوها برا البيت بس خلتها واثقة فيها وبهدلت وهددتني ان هي هتطردني انا وبدل انا نفسي هي البيت اللي اسمها النور دي تنطرت برا البيت وبعدها خلتها دي انا هتسبب لها في مشكلة خلي ابنها ذات نفسه يرميها في اي مكان في اي بيت للمسنين والعز ده كله يقول لي انا خلاص تحبت ومش عارف اعمل ايه وهنا دخل عليها بدل اللي مساكها من شعرها وما بقاش مصدق اللي سمها وقال لها بغضب انا هقولك تعملي ايه انت واحدة واطية ومش ينفع تعودي في البيت دا دقيقة امي كان معاها حق لما رفضت الجواز وان انا اتجوز واحدة واطية زي بقى انت بتعملي دا كله وعمالة تئذي في علك علشان بس تطرده امي وتاخد الفلوس وتخلينا طلق بنت خانتي كان جوايا حاجة بتقول لي ما طلقهاش مع انها طلبت الطلاق مليون مر علشان كنت عارف ان في يوم هكون على غلط كنت ساعد بقلبي بقول لي انت على غلط وعاقلي يقول لي لا انت مش على غلط دا حبيبتك مي صنعت واحدة حقودة ومريضة بس علشان تعملي مشاكل واندتي معاها حق لما قالت انك بتاعت مشاكل انت طالق ومش عايزة اشوف وشك مرة تاني واقراما مني حقوق كلها هتوصالك ومع انتش اشوف وشك نهائي همشي امشي من وشي وفعلة طلقها ورميها بر الفلس وده كله تحت نظرات امه اللي كانت مستهربة وبعدها راح وقعد معاها وبدأ يتكلم بحزن وقال لها كان معاك حق يا امي في كل كلمة قلتها على اسمها ماي دي ما كانش ينفع من الاول ان دخلها حياتي ولا دخلها بيتي كايت دخل البيت ونوية تخرب تخيل اسمعتها هي وصدقتها وهم بيتكلم ان هي اللي واخد الحبوب وعمل ده كله علشان اطلق نور وبعدها تعمل مشاكل معاك لحد ما انا وانت نبعد عن بعض عايزة ترميكي في بيت حجز علشان تاخد كل الماء انا قاتف يا امي قاتف ان دخلت حيا زي دي بيتنا فانا يا امي دلوقتي عايزة صالح نور اما اصلا كنت رافض الطلاق كان في حاجة جواية بتقول لي لا ما اطلقهاش وعايز ابدأ معا حياة جديدة يا طرح هستمحني نور قلبها طيب يا بيت وهستمحك ولو انت عايزة هستمحك بجد ومع انتش تعمل اي اخطاء انا هقولك تعمل اي بص انا هكلمها وهديها مكان تند تروح فيه وتعترف لها بالحب وتقول لها انك تلقت مراتك وعاوز تعيش معا حياة سعيدة وشوفها هي تقولك اي في الاول هي هتعترض شوية وممكن ما ترداش وده حقها لان انت جيت عليها كتير اوي بس يصدقني لو انت بدأت بالاعتراف وبعد كده بدأت تتعاملها حل انتو الاثنين هتقربوا البعض وفعل اتفق مع والدته على المكان ووالدته كلمتها وقالت لها المكان ولما راحت المكان انصدم كان مكان راكي جدا فيه شموع وورد وكان هو قاعد على رقبته قدامها كانت وقفة مصدومة وقال لها هعارف ان انا غلطت في حقك وان انا عملت حاجات كتير اوي مش تتخطفها وان انت ممكن ما تسمحنيش بس انا عارف بنت خلدي قلبها طيب وهتسمحني انا بجد ندمان على كل حاجة عملتها معاك يا نور ونفس انا وانت نبدأ حياة جديدة مع بعض وقبل ما تقول اي حاجة انا عرفت ان انت مصدومة واللي اسمها مية دي كانت هي اللي بتعمل ده كله علشان تخلينا اطلقي انا معرفش ليه كنت برفض اطلقي بس انا مش حابب اطلقي وحابب تفضلي معاي نور انا طلقتي مية وعاوز ابدأ معايك حياة جديدة حياة كلها سعادة وحب وقلت ايه بص يا بدر انا مش هادر اقولك ان انا مسامحاك لان انت عملت حاجات كتير اوي صعب ان انا سامح فيها بس كل اللي هادر اقولولك ان انا حديك فرصة فرصة انك تقرب مني قدامك شهر يا بدر شهر زي الشهر اللي اتجوزتي فيه علي لو الشهر ده عد وانا مش جيت لك بنفسي وقلت لك ان انا مسامحاك وعاوز ابدأ معاك حياة جديدة يبقى هتطلقني وانا برضو مش هاخد منك اي حقوق لان انا مش هادر اكمل معاي الشهر ده انا حديك فرصة انك تحاول تخلييني انسى كل اللي حصل في الاربع شهور اللي عدوا اول شهر علينا لما انت كنت رافض تقرب مني وجرحتني في يوم جوازة والثلاث شهور اللي رحت اتجوزتي في يوم واحدة كانت كل يوم بتحاول تزليني هو شهر واحد قدام لو قدرت تخليني انسى كل المواقف دي واسامحك انا هعيش معاك ما قدرتش يبقى خلاص تطلقني وعيف بدر من مكام وهو بوصلها بابتسام وقال لها وانا وايدي ان هعمل اي حاجة علشان تسامحين لان المستحيلة سيبك تضيعي من ايدي انت كنت ربنا بعتهولي ولو ضيعتك من ايدي يبقى انا ما بفهمش وعد الشهر وكان بيحاول يعمل اي حاجة بدر علشان نور تسامح وفعلا خلص الشهر واول ما دخل قطو لقاها نور مجاهزيها ومزيناها وكانت جميلة جدا وقيت هي لابسة برضو قمس نور جميل اقرب منها وحضانة وقال لها بعيش هافهم من كده ايه بقى هافهم من كده ان نور هاني خلاص مسامحاني وخلاص هتفضل معايا ومش هتطلب الطلاق ولا ايه عايز اعرف نور هاني بتفكر في ايه وايه اللي شاغل تفكيرها ردت عليه نور وكله حب وقالت له بعيش انا سمحتك من اول يوم طلبت فيه الاعتذار مني بس كان لازم اعقب علشان تعرق ان الشخص اللي انت هتجرحه لازم تعمل اقصى ما عندك علشان تطلب الغفرار وتخليه سامحك اسمعني كويس في الكلام اللي هقوله ده يا بدر لازم تفهم ان انا ممكن ما كنتش سامحك لو انا وانت كنا متجوزين عن حب يعني لو انا كنت بحبك وانت بتحبيني وانت عملت ده كله معايا عمري ما كنت هسامحك اللي شفعلك ان انت كنت متجوزني بالاقبار وانا كنت بتجوزاك علشان اترحم من ميرات ابويا علشان كده اديتك فرصة تاني بس لو انت عملت اللي عملته ده وانا وانت متجوزين بعضا عن حب صدق ان عمري ما هسامحك ومعنا الكلام ده ان انت لو فكرت تغلط فيا بعد ما اديتك قلبي وكمان اديتك ان احنا نبدأ من صفحة جديدة ما فيهاش اي مشاكل عملت مشاكل او حاولت تخلق مشاكل انا ما عمتش حبق في حياتك وعمري ما هسامحك حتى لو عملت ايه وطلبت السماح باي طريقة فاهمني فاهمك يا قلبي وانا وعدك انو عمري ما هدايقي ولا هعمل حاجة دايقي انا خلاص اتعلمت من غلطي بحبك قوي والحد هنا يا احلم تابعين في الدنيا دي كلها تكون انتهت حلقتنا فيه حاجتي مهمين في الحلقة دي عايز اقوله اول حاجة لشخصية بدل شخصية بدل اللي لغى عقله وبقى بفكر بقلبه علشان ياخد البنت اللي بحبها لما تلاقي كل اللي حواليك بيعترضه على شخص سواء انت راجل او بنت الغى قلبك شوية وفكر بعقله لما تلاقي المقربين منك بيقولولك ده مش حينفعك ده مش هيكون لك سند مش هيكون لك عون لازم تفكر شوية بعقله هما ليه قالوا كده وسيب قلبك يمكن هما شايفين اللي انت مش شايفه يمكن هما شايفين اللي علقت مش شايفه واللي قلبك لغي مش عايزك تشوفه اما بقى تاني حاجة المسامحة مش لازم في كل مرة تسامح نور سامح تبدل علشان هي قالت له ان ما كانش بينهم علاقة وان هما ما كانش بينهم حب بس حاليا هي حبته لو جرحه وهي حباه ماستمحش لان اللي يحبك ويجرحك هو مش حبك مش حبك ولا اعترف لك بالحب بتمنى ان انتو تفهموا الدرس كويس وبتمنى ان القصة تكون اعجابكم واذا اعجابكم لا تنسونا باللايك والاشتراك في القناة وادومتم بصحة وعافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا لك